بوتيرة عالية وبإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة انتهت الأخيرة من وضع خطة استراتيجية لضبط الحدود مع سوريا بتخصيص الحكومي بلغ 15 مليار دينار كاميرات حرارية تعمل على مدار 24 ساعة لتغطية الحدود بالكامل مع تعزيز للقطاعات العسكرية جهد جاء بعد توترات شهيدها الداخل السوري آخرها هروب سجناء عناصر داعش من سجن الحسكة الحدود العراقية السورية هي مؤمنة بالكامل وأيضا الإجراءات التي تخذتها قيارة العمليات المشتركة مع وزارتي الدفاع والداخلية أسهمت السام كبير في ضبط الحدود أهم هذه الإجراءات هو زيارة توزيع الكاميرات الحرارية وزيارة الأبراج وضع بعد أن وافق مجلس الوزراء على تخصيصات مالية إلى قيارة قوات الحدود صبات كونكريتية على بعض الأماكن والثغرات الخطيرة والنقطة الثالثة هي تعزيز الخط الدفاعي لقوات الحدود بخط آخر من قوات الجيش العراقي وبمسافة تبعد عن الخط الأول 5 كيلو الجهد الأمني العراقي بالتعاون مع التحالف الدولي جناث ماره بعد القبض على عدد من الإرهابيين الخطرين في التنظيم الإرهابي والذي ساعد اعترافهم للوصول إلى خليفة التنظيم عبدالله قرداش وقتله من قبل الجانب الأمريكي وبمعلومات مخابراتية عراقية العمل الاستخباراتي والمخابراتي لم يتوقف لملاحقة تنظيم داعش بعمل التقاطع معلومات أو تعاضد وتعاون بين غرفتين معلومات التحالف الدولي والعراق أو غرفة المعلومات الربعية بين سوريا دمشق وروسيا الاتحادية وبغداد وكذا الأمر مع الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى استحالف محاربة تنظيم داعش الرهابي سبق وانشكر الرئيس السابق ترامب الاستخبارات العراقية لتقديمها معلومات في عام 2019 لإطاحة برئيس الأفعى لتنظيم إرهاب داعش أبو بكر البغدادي واليوم الأمر نفسي نعكس على تقديم معلومات مهمة من جهاز مخابرات الوطن العراقي صوب عملية ملاحقة ومتابعة ثم الإطاحة برئيس الإرهاب الآخر وهو عبدالله قرداش العمليات المشتركة أكدت أنه تم الشروع بتعزيز قدرات القوات الأمنية على الحدود مع سوريا لمن اعتسلوا الإرهابيين إلى الأراضي العراقية وبذلك يصبح عناصر التنظيم محاصرين في مناطق معينة في سوريا وبعض من الأوكار داخل العراق والتي تعالج بين فترة وأخرى بعمليات نوعية وتؤكد قيادات أمنية أن بقايا داعش ليس لديها القدرة على مواجهة القوات العراقية كما أن الإرهابيين الهاربين لا يشكلون تحديا للأجهزة الأمنية من بغداد ناس يوسف قناة الفلوجة